اسلمينك يا معلم مسترقاتك من عين اللي شفوكي ونظروكي ولا طلوش عالناهي كذب الشجا والفارس مالي الورد أحلى ولا الفل الطام رحيني الفل أحلى ولا اليسمي الطام رحيني يحل يوم 7 أكتوبر ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة القديرة التي استطعت أن تدخل قلوبنا الفنانة الراحلة نعيمة عاكف التي استطعت من رغم صغر سنها أن تحصل على لقب أحسن راقصة في العالم وده كان في موسكو عام 1950 قدرت أنها تحقق نجاح بهر جدا من خلال مشوارها الفن القصير النهاردة هنعرف بعض المعلومات ونبذات الصغيرة جدا عن نعيمة عاكف وده في ذكرى ميلادها نعيمة عاكف تولدت يوم 7 أكتوبر عام 1929 اتولدت في طنطة لما تولدت عائلتها مفرحش بيها زيها زي الأطفال التانيين زهلوا جدا وده لأنهما كان نفسهم في ولد كمان اتولدت الأب كان قاسي القلب كان بيقوم بصغلال بنته في السيرك وكان سنها صغير في الوقت دو وللأسف كمان كل اللي بيدخل للسيرك من داخل كان بيأخذ ويلعب بيه أمار مش بينفوق على أسرته تخيلوا هي عندها 6 سنين طلبت من والدها أنه هو يديها مرتب وإلا هتسيبه وتشتغل في فرقات تانية وهو طبعا غضب جدا وضربها على الأسخنة فلم تهدومها وقررت أن هي تخرج بلا عودة لكن بعض الناس شافوها وكانوا من جمهور السيرك وقدروا أنه هما يرجعوها مرة تانية لولدها وأخيرا وافق والدها أنه هو يديها إرشين أيام العمل وإرش واحد بس أيام الأجازة تبتحب رأس جدا منه هي صغيرة ولما وصل سنها لعشر سنين في الوقت ده تجوز والدها غير والدتها الأمر اللي كان محزن لولدتها جدا فقررت أن هي تسيب البيت وتاخد ولادها وتستقر في شقة متواضعة في الشارع محمد علي واشتغلت نعي معاكف في الملاهي وده كان في منطقة الكيب كات وكانت مشهورة في المالها ده أن هي بترس رأس تلك الكيب المالها ده بقى كان بيروحوا في الوقت ده كل مخرج السينما فشافها المخرج أحمد كامل مرسي عجبته جدا قدر أنه هو يقدمها في الوقت ده كراقصة في فيلم ستي البيت ومن هنا بدأت تدخل بقى نعيمة عالم السينما واشتغلت كمان معاكف في الوقت ده بمرتب قدره عشر جنيه وقدمت كمان بديع ما صابني عرض أكبر لها وصل لخمستاشر جنيه واتنقلت نعيمة صالت بديع وهناك بقى كان فيه فتاة غير مصرية كان اسمها تيشي وكانت بترس راستي تلك الكت وبتقدم كمان منولوجات على المصرح الناس كانت بتحبها جدا غارت منها جدا نعيمة عاكف ولما غابت في يوم تيشي قامت نعيمة برأسة الكلاكلاكت ونجحت نعيمة عاكف في الرأسة دي واشتهرت بها اختارها كمان المخرج حسين فوزي علشان تشارك في بطولة فيلمه مش بس كده ده تعاخد كمان معاها على احتكار ووجودها في الأفلام وده طبعا كان لحساب شركتنا حاس قامت بقى نعيمة في الوقت ده بقى أول بطولة سينمائية لها وده كان من خلال فيلم لها ليبو مش بس كده ده كمان حبها وتجوزها ولكن للأسف انفصلوا بعض فترة من الوقت وده لأنه كان بيغير عليها غيرة جديدة جدا فكانت بتحصل ما بينهم خلافات كتيرة جدا نعيمة بعد فترة تجوزت من واحد تاني محاسب كان اسمه صراح الدين عبدالعليم وده بقى أبو ابنها محمد ابنها الوحيد نعيمة كان عندها هويت رسم وكانت بتحب الرسم جدا بس كانت بتحب ترسم على التحف الصينية واللي كانت مال يابتها في الوقت دو أما عدد الأفلام للسهراضية اللي قدمتها لنا نعيمة عاكف كانت حوالي 15 فيلم الأفلام دي كانت من أخراج حسين فوزي جزه الأوعيب وبابا عريس وتمر حنة وكان آخر فيلم ليها أحبك يا حسن وفي عام 56 اخترها زاكة ليمات بطل الفرقة الفنون الشعبية وقدمت نعيمة عاكف في الوقت دو لعمل الوحيد اللي قدمته الفرقة وكان أبرت بأنوان يا ليلي عين لما راح لقاهم بيقولولو انت هتبقى البطل محمودونا دا الرقص الأول ونعيمة عاكف الرقصة الأولى في أوبريت اسمه يا ليلي عين كان اخراج الأستاذ الكبير زاكة الله يمات نالت استحسان كل الدول لدرجة إنه لما رجع بعد كده خلوه يعرض الوحيد دا تأليف يحيا حقي وتوالت الأفلام بعد كده على نعيمة عاكف ولما نجمها في السينما من خلال بعض الأفلام زي بابا عريس وفتاة السيرك وجنة ونار ويحلوة الحق على فكرة الفنانة نعيمة عاكف تعتبر أول فنانة مصرية قامت بعملية تجميل وده لأن هي أجرت عملية تجميل فهم فهم العملية دي كانت عملية جراحية قام بيها الدكتور نادر سويلا نعيمة عاكف اعتزلت التمثيل سنة 64 وللأسف أصيبت نعيمة عاكف بسرطان الرحم عانت منه لمدة 3 سنوات التزمت الفراش 6 أشهر المرض قدر أنه يتمكن منها وتوفيت صغيرة السن توفيت عن عمر يناه 37 سنة كانت آخر كلمات نعيمة عاكف محمد ابن محمد رحلت عنا فرشت الرأس الشرقي وتركت أعمال إلى الآن ما زلنا نتذكرها بها وبكده نكون قدمنا نبزة مختصرة عن الراقصة الجميلة نعيمة عاكف والتي أسعدت الملايين من الجمهور من خلال الرأس والغناء وكمان تأديم المونولوج كانت علامة برزة من علامات الفني في تاريخ السينما والمصرح وظلت نعيمة عاكف أيقونات التعلق الفني موسيقى 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 المتاثر الشر يا وانا وانطورك أجننك أتل فيك أكهربك أنا حبيبك بحبك يا طامر حانة ويهدل لحبك يا وانا تغير عليكي من قامت يا وانا من اليوم ما الطامر حانة استاوت على العودة ومن يقدر يمد دهيت ولا بالحرام كتير يا حانة بروق عليك العزب بحرية يا حانة انتي غلطانة انتي مش فهم حاجة أنا بحبك انت غشاش جاي 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 دهلت عليها والعزبية الحب يا احمد زي الموت اني يفرقش بين غاني وفايي مخزب كنت صباح مختص ويديني كان يا ناس متبش في اللوز بكيتو لا نخوص فكرت خلاص الوزا يا للا 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 للا..